أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل أحب بغداد إلى حد العشق كتب عنها مؤلفاً مهماً يعد اليوم مصدراً أساسياً لدراسة تراث هذه المدينة كما ظل موجوداً حتى عصره حتى أواخر القرن التاسع عشر ذلك هو عبد الحميد بن بكر صدقي بن إسماعيل بن عبادة المعروف اسمه اختصاراً عبد الحميد عبادة هذا الرجل حقيقة ابتدأت بذكر حبه لبغداد لأن حبه هذا كان صفة تميز بها بين كثير من علماء أو من مثقفي عصره وترك لنا خلافاً لكثيرين أثراً مهماً ظل معيناً للباحثين في تاريخ المدينة إلى يومنا هذا فمن هو عبد الحميد عبادة هذا الرجل الذي وصفناه بهذه الصفات؟ عبد الحميد عبادة من أسرة بغدادية قديمة شاء قدره أن يولد في خانقين وأن يأتي ليعيش في بغداد حيث أقامت أسرته منذ قرنين تقريباً من تاريخ ولادته وكان جده مؤذناً في جامع الفضل وكان جامع الفضل أحد الجوامع المهمة في ذلك العصر كان هذا الجامع من الهمية بحيث نسبت إليه محلة من محلات بغداد هي محلة الفضل وكان جده كما قلنا مؤذناً فيه وبطبيعة الحال درس في كتاب هذا الجامع وفي كتاتيب أخرى وتعلم بجد ونشاط أوليات المعارف التي كان يتلقاها الأطفال في ذلك العصر هو ولد ربما نسينا أن نقول في عام 1890 درس على كتاتيب بغداد ثم وجد طريقه إلى علمائها وكانت بغداد في تلك الفترة يعني تعيش نوعاً من النهوض التقافي في أخريات العهد العثماني كان نوعاً من النهوض الثقافي يعني برزت أسر علمية وكانت تدرس العلوم في المدارس التي أنشأها الولاة وأهل الخير في هذه المدينة وجد عبد الحميد عبادة طريقه إلى علماء كبار درس على أيديهم منهم مثلاً وهو في جامع الفضل لأن كان ملحق بمدرسة العلامة عبد الوهاب النائب هذا الرجل لم يكن مؤلفاً بقدر ما كان مربياً ومدرساً فتتلمذ على يديه وتأثر به كان عبد الوهاب النائب علامة بمعنى الكلمة يعني يتقن علوماً كثيراً مما نسميه العلوم اللغوية والشرعية وغير ذلك فتعلم منه معارفة كثيرة وتأثر بالجو العلمي الذي كانت عليه مدرسة جامع الفضل فما هي هذه المدرسة التي تربى فيها جيل من البغداديين في ذلك العصر مدرسة جامع الفضل حقيقة كانت مدرسة كبيرة يقصدها الطلبة من كل حد وصوب وكانت حقيقة علامة مضيئة من علامات العلم والثقافة في بغداد في القرن التاسع عشر جددها خاصة بعد أن جددها والي بغداد سليمان طاش الكبير أنشأ فيها هذه المدرسة وصارت مقصداً لطلبة العلم وكان عبد الحميد عبادة واحداً من أولئك الطلبة تأثر بالجو العلمي والتربوي الرفيع الذي وجده في هذه المدرسة حتى أنه سمى هذه المدرسة أزهر بغداد تشبيهاً لها بمدرسة الجامع الأزهر الشهير في القاهرة والتقى وتعرف على صفوة من الطلبة الذين سيكون لكل منهم شأن في مجال العلم هذا التعرف كان مهماً انظر إلى المقارنة نحن نخشى على أولادنا من أن يتعرفوا في مدارس هذا العصر على أشخاص ربما يعني لا يكونون بمستوى الصداقة التي ينبغي أن يتحلى بها الجيل الناشئ أما في ذلك العصر كان لقاؤه وتعرفه على زملائه سبباً في ارتقاء يعني خلوقه وفي تهذيبه وفي تأثره بأولئك الطلبة الذين كل منهم كان محباً للعلم ومتربياً تربية عالية من الذين درس على يدهم العلامة محمود شكر الآلوسي وأظن أن معرفته بمحمود شكر الآلوسي كانت مهمة حقيقة لأن محمود شكر الآلوسي كان مؤرخاً وكان محباً لبغداد وكتب موسوعة عنوانها أخبار بغداد ومنها كتاب منها جزء في تاريخ مساجد بغداد فنظن أن تأثره بمحمود شكر الآلوسي هو الذي خلق له أو شجعه في الاندفاع على دراسة تاريخ بغداد وهو الذي اختص به فيما بعد انظر إلى تأثير القدوة في تنشئة الجيل المتلقي يعني هذا الأستاذ كان سبباً في أن يختص تلميذه بهذا الاختصاص الدقيق في ذلك العصر التاريخ ولا سيما منه تاريخ وطنه وتاريخ بغداد أيضاً درس على يد قاضي بغداد علي على الدين الآلوسي وكان هذا أول من تولى القضاء بعد انتهاء سقوط العهد العثماني العصر الدولة العثمانية في العراق درس على أفاضل علماء بغداد وتأثر من كل واحد منهم بشيء من التوجه والاختصاص ولا شك أنهم كلهم تركوا الأثر الطيب في نفسه وهو نفسه ذكرهم وترحم عليهم وأشاد بدورهم أحب عباد التراث عامة واهتم بتتبع مصادره هذا في عهد كان التراث لا يعني يقصد إلا في المخطوطات لأن عدد الكتب المطبوعة كان قليلاً إذا ما قيس بمخطوطات وبالتالي وجد نفسه يمضي إلى خزاء الكتب المخطوطة حيثما وجدت في بغداد يتصفح المخطوطات ويقتبس منها ويدرس فيها أشياء أفادته في بحوثه وكتبه وسنرى أنه لم يؤلف فقط في تاريخ بغداد وإنما أرلف في موضوعات شتى كان محباً لوطنه محباً لمدينته محباً لتراث هذا الوطن لسبب ما لا نعرفه مع أنه أخذ الإجازة العلمية من علاء الدين الآلوسي وكان يمكن أن يكون مدرساً في بعض مدارس بغداد كما جرت العادة في ذلك العصر ولكنه لسبب ما لم يقصد التدريس أو لم تمل نفسه إلى التدريس وإنما اشتغل كاتباً في المحكمة الشرعية نعم هي مهمة وظيفة كاتب في المحكمة في ذلك الوقت لم تكن وظيفة هينة أو وظيفة صغيرة لكنه أفاد جداً من وجوده في هذه المحكمة ولربما اختار العمل فيها لهذا السبب وهو التدقيق ومراجعة آلاف من الوقفيات والحجج الشرعية التي كانت محفوظة في سجلات هذه المحكمة مما أفاده في دراسة تاريخ بغداد وتاريخ معالمها كان الرجل يعتبر هذه السجلات معينه الأول في دراسة تاريخ مدينة بغداد ودراسة معالمها لذا نجده يعتمد على هذه الوقفيات وربما هو أول من فعل ذلك رجع إلى سجلات المحكمة الشرعية وتقدر بآلاف الوثائق كان قريباً من هذه الوثائق وهو أول من رجع إليها في كتابة تاريخ بغداد قبل ذلك كان الناس يرجعون يعني من يحب أن يكتبوا حتى منهم محمو الشكر الآلوسي كان يكتبوا معتمداً على ما يجده على جدران المساجد والمعالم لكن أن يرجع إلى الوثائق بنفسه ويقرأ عن أولئك الواقفين والمؤسسين والمعمرين كان هذا شيئاً رائداً فعله عبد الحميد عبادة بدأ في هذه المرحلة بالكتابة عن معالم بغداد وكان ينشر مقالاته وبحوثه في كل ما تيسر له من مجلات ومن مضان لا سيما مجلة لغة العرب التي أسسها أنستاذ ماري الكرملي قبيل الحرب العالمية الأولى كان ينشر في هذه المجلة كتابات رصينة وجادة ودقيقة تعد من مصادر الباحثين في تاريخ بغداد حتى اليوم كتب عن محلات بغداد كتب عن أصول تسميات المحلات وطبعاً كان يتقن التركية ولذلك كان مطلعاً على المصادر العثمانية فضلاً عن المصادر العربية والوثاق اضطر إلى أن بسبب أيضاً لا نعرفه إلى أن يعمل في الناصرية يعمل في مدينة الناصرية موظفاً وهناك ربطت بينه وبين شيوخ آل السعجون أمراء تلك النواحي صداقة مكنته من أن يكتب كتاباً مهماً في تاريخ آل السعجون وقبائلهم قبائل المنتفق وهذا الكتاب مع الأسف ظل مخطوطاً إلى يومنا هذا علمت أن بعض الباحثين من الراحلين لديه نسخة من هذا الكتاب ولكن لا أعرف ماذا هو مصير هذه النسخة الكتاب سماه غصن الزيتون في نسب آل السعدون وربما كان أول كتاب يكتب برأسه في تاريخ قبيلة وفي تاريخ أسرة من الأسر العراقية التي تولت الزعامة في صقح مهم من العراق من جنوب العراق أيضاً من ما ينبغي الإشارة إليه هنا أنه يعني كان فضلاً عن اهتمامه بالاطلاع في المكتبات كان حريصاً على اقتناء الكتب رغم ضعف موارده رغم ضعف موارده لكنه كون مكتبة اعتمد على محتوياتها فيما كتب ويعني تميز أيضاً عن مؤلفين سابقين بأنه كان واسع الاطلاع على ما كتب ويكتب في التاريخ العثماني هذا مصدر كان حقيقة مهم لأن المطبوعات العثمانية بدأت تصل إلى العراق مثل كتاب سجل عثماني لثورية لمحمد ثورية هذا كتاب مهم يقع في أزاء عدة في أربع مجلدات أو خمس مجلدات يتضمن يعني تراجم لعشرات الألوف من الموظفين والولاة العثماني أفاد من هذا المصدر وربما هو أول من أفاد من هذا المصدر الثري بالمعلومات في دراسة تاريخ ولاة بغداد وفي ضبط إنشائهم هذا المعلم وذلك المسجد وتلك المدرسة أيضاً كان اقتنى نسخة من كتاب معروف في التاريخ العثماني وهو الموسوع المسمى قاموس الأعلام لشمس الدين سامي وتجده يعني مطلعاً تماماً على مكنونات هذه وغير ذلك من المصادر مطلعاً على مكنونات تلك المصادر وتميز عن معاصره بأنه لجأ إلى هذه المصادر التي قل من لجأ إليها في ذلك الوقت طبعاً قبل أن يبرز جيل عباس العزاوي وغيره من الباحثين والمؤرخين عاش عبد الحميد بن بكر صدقي عبادة منكباً على التأليف ومحباً للاطلاع واستفاد من وقته مع أنه كان كاتباً في محكمة كان يمكن أن ينهي دوامه ويعود إلى بيته كان منكباً على الوثائق يغترف منها نستطيع أن نقول أنه كان الوثائق الأول في تاريخ العراق المعاصر الوثائق الأول الذي وجد في الوثائق المعين الأساس الذي يمكن أن يفيد منه في كتابة التاريخ لم يتم تكن هذه المسألة مهمة في نظر السابقين لكنه أدرك أهميتها وعرف كيف يوظف الوثائق في دراسات تاريخية رصينة كان حقيقة يعني رائداً في مجالات عديدة توفي هذا الرجل في عام 1930 لا تحيط به إلا مصادره ووثائقه ومؤلفاته ينبغي أن نشير هنا إلى بعض مؤلفاته وقد نوهنا بكتابه في تاريخ بغداد هذا الكتاب حقيقة يمثل موسوعة متكاملة في معالم بغداد لا يمكن أن يستغني عنها باحث في هذا المجال سمى هذه الموسوعة بعنوان المسجوع طريف العقد اللامع بآثار بغداد والمساجد والجوامع وحتى أنظر إلى التسمي العقد اللامع لم يكن ينظر إلى هذه المعالم على أنها معالم بالية وبعضها كان قد أدركه الإهمال لكن هو كان ينظر إلى هذه المعالم على أنها عقد لامع كل درة فيه تمثل تاريخا حافلا يزين جيد بغداد فسماه العقد اللامع هذا المخطوط مع الأسف يعني أنه ظل مخزونا في بعض مالكيه من كان يقتني نسخة من هذا الكتاب حتى آل إلى مكتبة المؤرخ الشهير عباس العزاوي وظل مركونا في أرف في هذه المكتبة الكبيرة وقد حققنا هذا المخطوط ونشرناه عام 2005 وهو اليوم تحت أيدي الباحثين من كتبه أيضا الذي طبعت في حياته تاريخ الصابئ وله تاريخ آل السعدون الذي ذكرناه غسط الزيتون وله مقالات عديدة نشرها في مجلة لغات العرب لو جمعت لشكلت شيئا مهما يشبه أن يكون كتابا حقق مواقع فيها كتب عن بعض المشاهد عن بعض الآثار الآثار كتب عن المحلات له كتاب واحد يعني يخرج عن هذا السياق في السيرة النبوية الشريفة سماه شرح ذات الشفاء وهي منظومة تبارى المؤرخون السابقون في شرحها ويتتضمز السيرة النبوية العطرة فهو شرحها أيضا وأظهر في ذلك باعا طويلا في مجال دراسة السيرة النبوية طضلا عن ما اهتم به مما ذكرنا يعني عبد الحميد عبادة حقيقة يستحق منا أن نذكره كلما توجه واحد مننا للطلاع على معالم بغداد أو للطلاع على معالم العراق وأن نترحم عليه جزاء ما خدم به مدينته ووطنه هذه الخدمة الجلة التي بقيت وستبقى إن شاء الله معينا وصدق جاري للباحثين والمؤرخين التالين إن شاء الله في ختام هذا الحديث ليس لنا إلا أن نقول يعني إلى لقاء آخر في حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة